الواتساب تقريبا أهم شيء في حياتنا هو الواتساب لأنه علي كل محادثاتنا كل صورنا كل شيء بهمنا موجود على الواتساب أكيد كل ياتنا مرينا في هذه المرحلة أنه إحنا بدنا نشتري تليفون جديد ونحدث تليفون الموجود معنا طبعا أول شيء تفكر فيه وهو نقل المحادثات الموجودة عندك والصور وكل شيء وكل الوسائل تليفونك الأولاني على تليفونك الجديد وهذه المشكلة بنواجهها كل ياتنا عند شراء تليفون جديد فإذا كنت مهتم تعرف كيف ممكن أنك تنقل محادثاتك وكل شيء يهمك على التليفون من تليفونك الأول إلى تليفونك الثاني خليك معي ويرون ننتقل إلى الشرح أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بهذا الفيديو من جديد اليوم رح أحكي عن ثلاث طرق لنقل محادثات الواتساب من تليفون إلى آخر أول طريقتين رح يكونوا بدون برامج باستخدام الواتساب لحاله أما الطريقة الثالثة رح نستخدم فيها برنامج رائع جدا وبنصحكم أنكم تجربوا الطريقة الثالثة لأن الطريقتين الأولى والثانية يعني فيهم شوية مشاكل طيب بالبداية نفتح التليفون هاي التليفوني زي ما إحنا شايفين فلنفرض أنه هذا التليفون أنا بدي أبيعه أو مثلا أشيل الواتساب اللي موجود من هون وأحطه في التليفون ثاني كل اللي عليك فقط أنك تفوت على الواتساب طبعا هاي الطريقة الأولى بعد ما نفوت على الواتساب بنفوت على إعدادات الواتساب أو السيتينغز بعدين رح نفوت على إعدادات التشات أو المحادثات بعدين بنفوت على تشات باكب أو استعادة المحادثات الاحتياطية وبنعمل باكب للشات طبعا الطريقة الأولى والطريقة الثانية بنفس المبدأ من خلال الباكب الطريقة الأولى اللي إحنا فيها حالياً بتحكي لك أنه تدخل على مدير الملفات تأخذ ملف الواتساب كامل وبتحطه في التليفون الجديد زي ما هو بعدها بتنزل الواتساب وبتفعل عليه الرقم الطريقة الثانية بتحكي لك من خلال إيميل الجيميل أو الجوجل اللي عندك اللي أنت بتعمل باككب عليه بتسجل دخولك باستخدام التليفون الجديد بنفس الإيميل اللي عليه النسخة الاحتياطية هاي وبتستعيد النسخة الاحتياطية اللي أنت ما أخذها من محادثاتك على الجيميل طيب الطريقة الثالثة رح نستخدم فيها برنامج جميل جداً وهالبرنامج اسمه وندر شير موبايل ترانس طبعاً كل اللي عليك فقط أنك تحمله من الرابط اللي موجود أسفل الفيديو بالوصف بعدما نحمله بنثبته بكبسة زر واحدة فقط تستنى عليه لاحد ما يخلص التثبيت رح يجي معنا بهالشكل طبعاً رح نفتح البرنامج دابل كليك وزي ما احنا ملاحظين نسختي نسخة مجانية فبحكي له فري تريل إذا أنت ملاحظ فيه أكثر من ميزة وأنا شرحته سابقاً بحكي لك phone to phone transfer بإمكانك تنسخ من تليفون إلى آخر هون بحكي لك restore from backup إذا كنت تماخذ من خلال هالبرنامج نسخة حتياطية لتليفونك بإمكانك ترجعها ومن هون بإمكانك تعمل backup نسخة حتياطية لتليفونك كامل هون بحكي لك erase your old phone يعني إذا كنت حاب تبيع تليفونك بإمكانك أنك تعمله حذف كامل عشان ما حدا يستطيع أنه يسترجع بياناتك اللي كانت موجودة على التليفون حتى بعد حذفها فإحنا كل اللي بهمنا بهالفيديو أول خيار له phone to phone transfer وزي ما إحنا شايفين بالأسفل كاتب لك كتابة بيحكي لك بإمكانك تنسخ من تليفون إلى تليفون إيش مكان نوعه فبندخل عليها طبعاً إنت بدك تكون شابكة تليفونين على الكمبيوتر باستخدام سلك الUSB ولكن لازم تكون مفعل المصادر غير المعروفة على التليفونين unknown resources طبعاً زي ما إحنا ملاحظين هون على التليفون أعطاني always allow from this computer بنحكي له صح هون عليها وبنحكي له أوكي طبعاً عن التليفونين بتعمل هذا الإشي وبتحكي له أوكي تماماً تمام زي ما إحنا ملاحظين تليفون الS7 هو اللي عليه محادثات الواتساب اللي أنا بدي أنقل منه على التليفون الثاني طب لو كان العكس إيجا هذا التليفون مكان هذا التليفون شو بعمل تكبس flip من هون لأنه التليفون الشمال هو اللي بده يتم النقل منه خلني أرجع flip كماماً رزي ما إحنا ملاحظين هون عندي الS7 اللي بده أنقل منه على التليفون الثاني خلينا نشوف شو بإمكاننا ننقل بإمكانك تنقل الcontacts من هون الأسماء التكست ميسجز الرسائل النصية الرزنامة اللي موجودة على التليفون الكون لوجز أو سجل المكالمات الفوتوز الصور الميوزيك أو الصوتيات الفيديوز أو الفيديو بالعربي هي نفسها طبعاً أبس اللي هي التطبيقات والأب داتا اللي بهمنا بهالفيديو الأبس والأب داتا رح تختار أبس وتختار أب داتا أبس على أساس أنه ينقل لك التطبيقات من التليفون الأول إلى التليفون الثاني والأب داتا على أساس أنه يأخذ لك معلومات وبيانات التطبيقات اللي تم نقلها ويركبها في التليفون الثاني على نفس اسم التطبيق على أساس أنك لما تفتح التطبيق بالتليفون الثاني كأنك فاتحه على التليفون الأول ما يتغير عليه ولا أي شيء طبعا بتنتظر على البرنامج زي ما احنا ملاحظين بعمل عملية لود بتنتظر عليه لحد ما يخلص هون عملية اللود او البحث داخل التليفون عفوا وزي ما انتم شايفين لساته بعبي هون فبتنتظر عليه خليني استنى لحد ما يخلص وبرجع لكم اوكي زي ما احنا شايفين خلص البرنامج طبعا هون في عندك علامة تعجب بيحكي لك device routing is needed يعني لازم يكون تليفونك في صلاحية الروت عشان تقدر تستخدم الاب داتا عشان تنقل محادثات الواتساب كاملة فللأسف انا تليفوني مش معمول لروت خلينا عمل فلب اذكر اني كنت عامل روت للتليفون الثاني للأسف برضو ما علي روت طيب فكل اللي عليك فقط حاليا انت تكبس على start transfer عشان يتم البدء بنقل الاشياء اللي موجودة من التليفون الاول للتليفون الثاني طبعا زي ما احنا ملاحظين في عندك خيار هون على التليفون اللي على اليمين بيحكي لك clear data before copy امسح البيانات او اعمل فورمات للتليفون قبل البدء بنقل الملفات على اساس لو كنت مشتري تليفون مستعمل مثلا او ما اخذ تليفون من اخوك من صاحبك بدك تستخدمه ويكون عليه ملفات مثلا وما بدك اياها وبدك تنقل البيانات كاملة زي ما هي من هون لهون يعني كأنك ما اخذ نفس التطبيقات نفس كل اشي بس اللهم انه التليفون نفسه من بره تغير فبتختار من هون الخيار تحكيله تشك عليه على اساس انه يمسح كل البيانات اللي موجودة عشان يعمل فورمات للتليفون وبعد ذلك هياخذ النسخة من كل اشي هون على التليفون الاول فبهاي الطريقة بامكانك انك تنقل محادثاتك على الواتساب من تليفون الى اخر بدون ما تأثر عليهم او تخربهم حكينا الطريقة الاولى من خلال الباك اب اللي هو من خلال انك تفوت على التليفون على الاس 7 مثلا على الفون والدور على الواتساب جزي ما احنا شايفين هاي فولدر الواتساب لو تفوت على ال 남자ابيس هون زي ما احنا ملاحظين داتا بيس هاي اللي فيها المحادثات فبإمكانك تأخذ الفولدر نفسه تعمله كوبي وتحطه داخل التليفون الثاني بيست بعدها تفعل الواتساب على التليفون الطريقة الثانية زي ما حكينا بدون هذا الفولدر تعمل باك أب وبتستخدم الجيميل الجيميل تبعي اللي أنا بأخذ عليه نسخة احتياطية زي ما أنتم ملاحظين حاليا بعمل أبلود نسخة احتياطية للجيميل تبعي بتستخدم التليفون الثاني وبتسجل دخول داخل التليفون باستخدام نفس الجيميل اللي انت رافع عليه هاي النسخة وبتنزل الواتساب وعند تفعيل الواتساب رح يحكي لك وجدنا نسخة احتياطية على الجيميل هل تريد تحميلها ولا لا الطريقة الثالثة زي ما شفنا اللي هو باستخدام وندر شير موبايل ترانس طبعا الطريقة الثالثة هي الأضمن ولكنها محتاجة رود زي ما أنت شايف فاللي ضايل عليكم حابين تستخدموا أي طريقة أنتوا حرين اللي حاب أنه يجرب البرنامج ويستخدموا كام في هاي الطريقة أو بطرق أخرى زي ما حكينا بإمكانك تعمل كثير شغلات فيه غير نقل الملفات من تليفون إلى تليفون بإمكانك تعمل باكب نسخة احتياطية للتليفون ترجع نسخة احتياطية أو تحذف البيانات من تليفونك على أساس أنه ما حدا يستعيد هاي البيانات حتى لو انحذفت فالبرنامج كثير مفيد بتمنى أنكم تزوروا الرابط الموجود أسفل الفيديو بالوصف وتفوتوا على موقعهم وتنزلوا البرنامج البرنامج مش كبير جدا صغير يعني بس كل اللي عليك أنك تكبس على كبسة ترايت فري ورح يكون دعم إلنا إذا بتدخلوا عرابط التحميل الموجود أسفل الفيديو بالوصف كان بالوصف أو بأول تعليق وهذا كان كل اللي معي بهالفيديو إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم إذا عجبك الفيديو لا تنسى تعمل لايك للفيديو وتشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك فيها ويرات تشوف الفيديوهات اللي رح تظهر لك هون بجانب الشاشة لهون صار لازم أودعكم وحكي لكم شكرا للمشاهدة ويعطيكم العافية كان معكم أخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته